السلام عليكم يلا حيهم يا شباب معاكم عبد الكريم واليوم نحن نتكلم عن اشتراكات البلاي ستيشن بلس اللي تيجي معاها مئات من الألعاب الرهيبة وكتالوج واسع من الألعاب الكلاسيكية عندك ثلاث عروض تختار منها إذا تريد تعرف إيش هي الخطة المناسبة لك خليك مايو راح أعطيك كل التفاصيل العروض الثلاثة للبلس هي الأسانشل أو الأساسي وعندك الأكسترا والإضافي والديلوكس هو الفاخر من خلال هذه الخطة الثلاث تقدر تبدأ رحلتك في بحر من الألعاب الحديثة وبرضو كلاسيكية برضو تقدر تجرب الألعاب لوقت محدود تلعب أونلاين وتلقى خصومات للمشتركين فقط وغيره كثير لما تكون عضو في البي اس بلس خلونا نبدأ بالخطة الأساسية هذه الخطة هي للي حاب يستمتع بمجموعة متنوع من الألعاب عندك وصول لمجموعة ألعاب بلاي ستيشن بلس الشهرية وخصومات البي اس تور وغيره كثير أهم شيء أنك تقدر تلعب أونلاين مع بلاي ستيشن بلس على البي اس فور والبي اس فايف وتستفيد من كل المزايا للعابك المفضلة تقدر تكمل تختيمك للعبة من جهاز لآخر عن طريق التخزين السحابي اللي يعطيك مساحة 100 جيجا بايت على البي اس فور والبي اس فايف وبرضو تقدر تشارك اللعب مع صدقائك من ميزة الشير بلاي تشمل المزايا الحصرية البي اس فايف أيضا كل الألعاب الشهيرة على البي اس فور اللي تقدر توصل لها من خلال بلاي ستيشن بلاس كولكشن وإذا علكت عند وحش صعب أو ما عرف تحل لغز في اللعبة عندك الـ Game Help لكل مشتركين البلاي ستيشن بلاس على البي اس فايف تضغط سر البلاي ستيشن وتدور على التعليمات داخل بطاقات النشاط تلقى تلميحات بدون حرق تساعدك في حل أي مشكلة تواجهها وبرضو يمديك تخلي التعليمات تشتغل على جنب الشاشة وانت تتبع التعليمات الخطة الإضافية أو الأكسترا تتميز بنفس مزايا المستوى الأساسي وأكثر عندك وصول إلى مجموعة أكبر من الألعاب تقريبا عدد يوصل لـ 400 لعبة على البي اس فور وبي اس فايف مع إضافة ألعاب جديدة بانتظار تعطيك ميزة عضويتك هذه إمكانية الوصول إلى أنواع ألعاب جديدة لتكتشفها ومجتمعات ألعاب مثيرة عبر الإنترنت لتتفاعل معها مع الفوائد الموجودة من الخطة الأساسية والإضافية PlayStation Plus Deluxe تخطو خطوة إلى الأمام اللي تعطيك وصول إلى كاتالوج رهيب لمجموعة كلاسيكية من PlayStation على البي اس فور والبي اس فايف طبعا الدي لوكس هي الفاخر تقدر تجرب ألعاب كلاسيكية من PlayStation 1 وحتى PlayStation 2 و3 وحتى ألعاب PSP يا رجل ألعاب الزمن الجميل تقدر تنزلها الحين على البي اس فور والبي اس فايف وما ننسى انه العاب البي اس 3 تتطلب اتصال انترنت بسرعة 5 ميجا بايت على الاقل وايضا تقدر تجرب العاب جديدة من غير ما تشتريها اذا كنت ناوي تشتري لعبة جديدة وبس حاب تجربها قبل ما تقرر عندك فترة تجريبية تشوف فيها انظام اللعبة واذا عجبتك بعد الفترة التجريبية تقدر تشتريها وتروح تكمل من حيث ما وقفت مع حفظ كل الجوائز والتقدم يمديك الحين بسهولة تشترك في هذه الخطط من خلال الشاشة الرئيسية على البلاي ستيشن 5 او البلاي ستيشن 4 تروح للاخير على اليسار ترجل بلاي ستيشن بلس تشترك فيه او عن طريق تسجيل الدخول الى حسابك على موقع بلاي ستيشن عن طريق الويب اذا كنت ناوي تغير خطتك على بلاي اس بلس او انك ترقيها تتوجه الى بلاي اس بلس على جهاز التحكم الخاص فيك ومن هناك عندك خيارات الترقية وبرضو تقدر تغيرها على الويب من حساب بلاي ستيشن الخاص فيك تسجل الدخول ومن هناك تنقر على تغيير الخطط كيف تغير الخطة اللي تناسبك لازم تجربون الخطط الجديدة اللي بتوصلكم لالعاب ما قد لعبتوها من قبل اتمنى تكونوا استمتاحتوا بحلقة اليوم لا تنسوا ان تعطونا لايك تشاركوا بالقناة اذا كنتوا جديدين تفعلوا جرس التنبيه ليوصلكم كل جديد من بلاي ستيشن باللغة العربية السلام اشتركوا في القناة